قدر الله ومشاء فعل فاز الفريق الافضل فريق اللي يستحق التأهل احنا ما كناش نستحق التأهل النهاردة باي وجه من الوجوه ما قدمناش اي شيء في المباراة على عكس النتيجة اللي حشوف النتيجة حيقولك ده كان مطش قوي ما بين فرقتين وتأهل يعني بعد صعوبة لا 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 احنا ما عملناش حاجة النهاردة احنا بصراحة ما عملناش اي حاجة النهاردة شوف فرق التلاتة خمسة اتنين اللي احنا لعبناها والتلاتة خمسة اتنين اللي لعبها نايجل زمان بعد مساجل هدفين سهل النهاردة ان انا اقولك مثلا احطها لك في لعب اقولك بساكا شو لندلوف الهدف التالت اني عمنا جرينوود وراشفورد بيضيعوا قصاد المرمى ده كله ده سهل ده سهل ان اقوله لك انصعب واحطها لك في لعب وتبقى مبسوط لكن الصورة الاوضح الصورة الاكمل يعني احنا كنا بنقول انت بتتفرج على مباريات الفرق لقصادك يعني بتحضر للمباريات دي اعتقد ان احنا كيعني الناس اللي بتقدم فيديوهات عن الكورة او بتتكلم عن منشستر رينايتد بنحضر للمطشة اكتر من انت وجهازك الفني بيحضروا بنكتب وندور على احصائيات ونشوف الفرق دي بتلعب ازاي ونممكن نتفرج على ملخصات وهكذا او مباريات للفرق التاني عشان نعرف نتكلم لكن مش هقول لك انت ما بتتفرجش على الفرقة لقصادك او ما بتعرفش الفرقة لقصادك او ما بتدورش عليها لان ده كان واضح في المطش لكن هل انت بتتفرج على فرقتك المطش ده بالذات هل انت بتتفرج على فرقتك المفترض كمدير فني يعني اي مدير فني اللي عرفه انا عنه انه مفترض ان هو وجهازه الفني ازا كان هو حد من جهازه الفني ما عرفش مين المهم ان فيه حد بيتفرج على مباريات الفرقة بعد ما تلاعب عشان يقول الاخطاء اللي كانت موجودة في المطش والغلطات والمدير الفني ازا كان اخطأ في حاجة يكتشفها لو ما كانش اكتشفها خلال المطش يعني يكتشفها من خلال مشاهدته للمباراة اللعيبة واخطاقها وابتدي ينبه لكن الواضح ان انت متفرجش حتى علينا الواضح ان انت متفرجش حتى على منشطة منشطة روناتد لانت ولا الجهاز الفني المصاحب لي بيساكا ميت مرة واحنا نقول بيساكا بيطلع اوف موزيشن تعالوا بصوا النهاردة بصوا على بيساكا وبصوا على الناحية التانية تلس تلس الراجل واقف بيبقى مع المان بتاعه قريب يعني من الظهير او الجناح بتاع ليبزيك قريب منه مهما مش هينفع مان تمام مش هتلزق له لكن بتبقى قريب منه بحيث ان هو ما ياخدش المساحة الكبيرة لما تجيله الكرة تقدر تضغط عليه بسرعة ما ياخدش المساحة الكبيرة انه يعمل خطورة انه حالتانية فيه فدان بسم الله ما شاء الله اجري يا ابني طير اول مرة اشوف تلاتة خمسة اتنين فيها هايوي وصابوي وانفاء وشوارع ومايدين فاضية فيها كل حاجة المفترض ان ثلاتة خمسة اتنين انت بتكتل عند منطقة جزائك وتخلي ايه الفرقة التانية مش عارفة تختارق ممكن توجهها ان هي تلعب عالجناب ممكن تقفل الجناب بتاعتك وتقفل العمق وكل حاجة في ثلاتة خمسة اتنين ممكن تعملها سواء استحوازا لو عايز تعملها كاستحواز او حتى كدفاع خطة مرة بتمشي التنين لو انت عندك للمقاومات وانت لعبتها قبل كده وصاد الفريق ده وعملتها كويس في المطش الاولاني لكن في المطش ده ايه ده دي لعيبة مرمية كده انت كنت ممكن يعني عشان اجي في صفك هقولك ان انت كنت محضر للمطش ده بلعيبة معينة وجالك التصريح بتاع عم منا بوكبا ده وبتاع مينو رايولا اللي قالوا عن بوكبا لاخبط لك الدنيا مش هي اللعبة ده اللي انت كنت عايز تبتدي بيها غيرت في اللعبة كنت عايز تبتدي بحد تاني فهل لو حتى لو افترضنا ان هو بوكبا انت كنت هتبتدي بيه هل لعب واحد يخرب الدنيا دي كلها بالتأكيد لا محدش هيعرضك ولا ينتقدك ان انت بديت ببوكبا او ما بديتش بيه ولما مش هتبدأ بيه كمان بعد التصريح ده كله هيوقف في صفك كلنا هنبقى في صفك لكن تقدي فين الاداء اللي احنا قدنا شوارع جي منها الجون الاول شوارع تاني جي منها الجون التاني اه سوق تغطية من شو يا عم ومش عارف ايه لكن انت بص اللي بيعمل اللي بياخد الكورة في مكان ويحولها لك في المكان التاني وخلاص وخلص الموضوع وانت زي مش عارف ايه وراها يلا بينا هنجيبها ولا بتجيب ولا بتنايل نايجل زمان افلك ثلاثة خمسة اتنين بعد الهدفين اللي دخلهم فيك وده هدفين مع الرقفة يعني الهدفين اللي دخلهم فيك افل بتلاتة خمسة اتنين الحب عالجناب يا ابني اطلع لبرا انت ما عندكش حد تلعب له راجل اريك راجل فهمك عارفك بتلعب ازاي وعارف فرقتك ايه مواطن اللي تضعف عندها اضغط علي ما عندهمش حد يطلع ما عندهمش حد يباصي صنقية مكتوميناي وماتتش ما تنفعش لما يبقى عليك ضغط عالي ليه ما يتنفعش مع انه ماتتش بيعرف يطلع بالكورة اقول لك ليه ما تنفعش يا سيدي لان ماتتش راجل بطيق بطبعه محتاج حد سريع يعد يجري له ويطلع له في المساحات عشان يدهاله فهي اما ماتتش تلعب قصاده بطنين قدامه بطنين كده تلعب عشان يبقى عنده قبشانين في التمريرات لقدام يما تلعب له بواحد سريع فعشان كده هتلاقي مثلا ماتتش مع فريد ماشي لان فريد حتى وان كان ما بيعرفش يبني بس بيعرف اتحرك منه وشماله سريع فطبعا ما نفعتش مفيش مش عارفين انه وصل الكورة قدامه على الضغط العالي طيب ثلاثة خمسة اتنين واخدنا الكورة سابولنا الكورة مش عارفين نعمل بيها حاجة برضو يعني انت لا لا الكورة معك ولا الكورة مش معاك عارف تعمل حاجة في الحالتين مش عارف تعمل حاجة هتقول لي اصلي مش عارف كورة اسمه ده كورة راشفورد اللي راح بيها المفترض ان هي انفردت لخبطت في رجله بتاعت جرين وود اللي عدا من اللاعب وشاطها في ايد الحارس ولا شاطها قريمة من الحارس هقول لك حاجة واحدة شفت كورة ايميل فوزبرج في الديئة ستتاشر بعد ما كانت النتيجة اتنين سفر اللي هو هو ودخية هو ودخية ولو حطها في اي مكان جون ضيع فانت كورات ايه اللي بتتكلم عنها المفترض ان انت رايح تطبق ثلاثة خمسة اتنين قدرنا نجيب جون يا سلام خير وبركة ما قدرناش تمام ده هو اللي طبق عليك ثلاثة خمسة اتنين وبعد ما كان نفايز اتنين سفر ادك التالت من حيث لا تدري لندولوف وبس لندولوف ومش عارف ماجوير ما عملش يا جدع بص للصورة الاكمل الصورة الاعام ما هو لما يبقى نفس الاخطاء بتتكرر وامرها ما تبقى من لاعب لان في واحد بيشوفه بيقدي ايه في واحد بيشوفه بيعمل ايه والمفروض ان يوجهه احنا المفترض بعد اول ربع ساعة كانت تبديل على طول على طول تغير للشكل اربعة اربعة اتنين دايموند وتلع سيبك من ده كله سيبك من ده كله انت مغلوب ثلاثة سفر جميل وديها خمسة وسبعين بتعمل ايه انت روحت مبدل ثلاثة تبديلات يا مؤمن ثلاثة مدافعين بتلاث مدافعين ليه بتحفظ لهم عن نتيجة بتحفظ لهم عن نتيجة طبيعي ان انت تقدمت مثلا جبتي جنين بعد كده ربنا كرمك من وسع فتحت عليك جبتي جنين مش عارف تعمليه هعمل ايه مفيش مهاجمين يا جدعان اقولك انا يا بشر تعالى لي واقولك والله تعمليه والله تعالى الاتصل بي اقول لي اعمل ايه اقولك تعمليه اقولك تعمليه انت اخر خمس دقايق ولا اخر عشر دقايق دي سيبك هو الجن جالك الجن التاني جالك في دقيقة واحد تمانين يعني لسه معك ربع ساعة على الاقل بالوقت البدل الضايع جميل المفترض ان الفرقة تمشي زي ما هي عمنا نايجل زمان عمليه راح رجع للضغط العالي على طول مباشرة بعد الهدف التاني بتاع اليونيتود عشان ما تعرفش تطلع بالكورة ايه حالها يلحص الضغط العالي الكورات العالية طب مين اللي بيستلم الكورة العالية عندنا متح Party احناك خلينا بنلعب كرات أن حكLaWayر المفترض يا بشا ان انت تلعب كرات عالية يبقى فيه ماركس مان تلعب علي الكورة العالية ما هي مkeltانية الماركس مان بتاعك يا اما هتروح تاخد ماجواير الرجل الجتة الجامد بسم الله ما شاء الله طالت تدوار فوق بعض ده ترمي قدام خطة مورينيو بتاع ترمي فلايني قدام ترمي قدام وهو يستلم الكورة لا انت خايف ان تترد عليك بهجمة ومش هارفو مش هطلع ماجواير من التاني بوكبا حرمي بوكبا قدام وابتدي يلعب عليك يا جماعة رجعوا الكورة لدخية طالما انتم في ضغط كبير عليكم رجعوا الكورة لدخية وهو يلعبها مثلا على بوكبا وبوكبا يبتدي ايه يحاول ياخد الكورة دي وينزلها للعبة اليونيتد وتبتدي الهجمة بتاعتك هل ده كان بيحصل لا يبقى انت لا عرف تتهاجم ولا عرف تدافع جولة الجنين من عند ربنا بيلن من حيث لا تحتسب كورة بالهد بوكبا بيشوتها تخبط في دماغ ماجواير في رجل اللعب بتاع لايبزك في ايد الحارس عشان تخش جول انت عملت ايه تلت تبديلات مدافعين يا مؤمن ليه يا رجل ده لو مصابين اللي طالعين برضو كنت حتحس على ده ما كنت نزل مهاجم اما الايجاله ده انتو جددتو له ليه انا عايزة فهم ايجاله ده تجدد له ليه طالما مش هيلعب طالما مش هيشمها طالما حتى هو مهما يكون مستوى ما هو مش بيهدد اي حد مش بيهدد اي حد ان هو يقدم مستوى على الاقل يعني مثلا دين هندرسون بنقول بيهدد دخية وهو بيخلي مستوى دخية يرتفع والواضح ان دخية طمن حده طمنه ان هو خلاص انت الحارس الاول عمنا دين هندرسون ده مهما يعمل احنا هنلعب بيه بس كده تمام فبيتمرقع الراجل يعني معاني يعني هو والله ملوز زنب في الثلاث اهدف على الرغم ان انا كنت بشوف بولو سكولز قالك هو قل الجسمه واده ظهره كده في الهدف الثالث فصغر ومش ممكن يعمل ومش ممكن يسوي ولندلوف عمل وما جواير ده اللي واقف عالكورة اللي بيتفرج عالكورة وهي معدية قدامه طب لندلوفه غلط وباقي الفرقة بعد ما غلط باقي الفرقة راحت فين احنا بيتعمل عرضية وصد اربع لعيبة ولا خمس لعيبة كانوا وقفين مع الولد فخلينا نكون منطقيين الصورة العام اني فيه اخطاء من برة قبل ما يكون فيه اخطاء من لعيبة ولما تشوف لعيب بيخطئ وانت تصر عليه يبقى اخطاء اللعيب دي هي اخطائك انت مش اخطاء اللعيب لما شوف بزاكة كل مرة اوف بوزيشن ماجيش اقول بزاكة اوف بوزيشن لا انا اقول صلشار اوف بوزيشن لان انت اللي مصر على الموضوع ده وانت اللي ما بتكلمش اللعب ده وتقوله اعمل كذا ولا اعمل كذا بصراحة حتى لو الكورة الاخرانية يعني انا عايز اقول حاجة حتى لو الكورة الاخرانية اللي هي بتاعة بوكبة دي اللي هي اللعبة بالعرض والواد المدافع قبطت فيه وقبطت في حرس المرمى وما دخلتش ومش عارفه كلام ده حتى لو دخلت انا كنت حبقى يعني حزين حزين على المستوى اللي احنا بنقدي في مباراة مصرية مباراة زي كده مصرية وانحنا مفترض ان احنا اتطرف لليد العليا يعني قبل المباراة لليد العليا احنا كنا افضل هجوم في المجموعة اه في الثلاث فرق اللي هما بيتنفسوا عمنا لايبزيك اه اضعف دفاع يعني فارق بين وما بين حتى باشاك شهير مش عارف ثلاث اهداف ولا ايه ويبقى زيهم يعني اللي هو اسوأ الدفاع في المجموعة فيعني والله ما عارف اقول ايه ما عارف اقول ايه بس يعني انا عندي حاجة اخيرة عايز اقولها يعني انا مش عارف اقول ايه بس عندي حاجة اخيرة احنا خلاص كده رسميا يوروبا ليج وحضرتك مكمل سلو شاير مكمل معنا ما تجيش بقى في اليوروبا ليج تنزلي بتشكيلتك الاساسية ومش عارف ايه وتمسكلي وتشد في البطولة وتمام البطولة اللي احنا بنترق على مورينيو ونقول بطولات ميكي ماوس وبطولات مش عارف ايه ومش عاجبانة وننزل وبعد كده تقول لي اصلي اصرت على الدوري اصلي هو بيلعب اصلي دي مؤهلة لدوري ابطال اوروبا ولما مسكها مورينيو ماكنتش مؤهلة لدوري ابطال اوروبا ماكنتش هتلعب سوبر اوروبا بعدها ماكنتش ماكنتش ده هي الحاجة الوحيدة اللي زادت بس ان انت من السنة الجاية يعني اللي حيفوز السنة دي ولا متهيقلي ايش بليه حتى اه ادام فاز اللي هو كاس العالم للانديه السنة دي حيخش فيه بطل الاوروبا ليك يعني ماكنتش على دي الحاجة الوحيدة اللي ماكنتش وقت ما احنا اخدناها معمورين فاتمنى ان انت ما يعني ما تعملش كده ما تنزلش بالاسسين في المباريات دي لانها ملهاش اي لازمة انزل باللعيبة اللي انت عايز تجربها انزل باللعيبة اللي انت اديتها فرصة زي ويليامز زي مش عارف منساة زي توانزيبي اللي انت بتديهم فرصة ان انت تشوفهم في مبارا و بتحافز بيهم عن نتيجة لليبزيك دول اديهم فرصة ان هم من يلعبوا وتشوف مستواهم تعرف تعليه تعرف ما تعرفش تعليه عنه مع ما شفنا اي مش عارف ايه تمام مش فرق معانا المهم ان انت الدوري مستوها يعني كل الفرق مستوها متزبزب ملناش دعوة بالبطولات الاوروبية نركز في الدور شوية لان الفرق اللي عندنا تقدر تعمل حاجة في الدوري ما بنقولش ان هي تقدر تاخد الدوري لكن تقدر تأدي فيه اداء جيد جدا في الدوري الانجليزي وفي النهاية هارد لك لكم جميعا يعني معلش ان انتو هتناموا النهاردة متنكدين ومتضايقين ولكن هذا الجهاز الفني والفريق واللي حصل في المباراة دي لا يستحق زعلك ولا نكدك ولا عصبيتك ولو انت متعصب او انت متضايق ياريت تشوف لك اي شيء يفرفشك حاجة انت عارف ان انت بتضحكك بتفرفشك شوية بتخرجك من مود تدور عليها وتعملها او تشوفها وبلاش حتى الفيديوهات الكورة ولا الفيديو بتاعي ولا اي حاجة ولا يعني ابعد يعني ايه عن اي حاجة ممكن تدايقك وتعصبك واشوفكم باتم حال واتم صحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة